حياكم الله أحبتي المشاهدين بعد أيام قليلة تبدي المدارس والكليات والمعاهد والجمعات عام دراسي جديد تتجدد بيئة الرغبة بالتفوق والجد والحصول على أعلى العلمات وعلى الشهادات ويجنين مستهد حساد عام كامل ويتكلل أكيد إن شاء الله بالنجاح لجميع الطلاب إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لارت لأننا نناقش هذا الموضوع المهم كيفية تهيئة الطالب لهذا العام باستقبال العام الدراسي الجديد هناك سبيات كثيرة تعاني منها مدارس العراق هل تم معالجتها مع هذا العام يعني راح نشوف بعض المعالجات والأمور تم حلها إن شاء الله بالتالي أيضا سنناقش ارتفاع أسعار مستلدمات المدرسة القرطاسية وغيرها وكيفية معالجتها أيضا هل هناك رقابة على هذا الموضوع أم لا تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليه سويا بحلقتنا اليوم لكن قبل أن نخط بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير العجوية مع انحسار أيام العطلة الصيفية المملوئة بالمرح والاسترخاء يبدأ الأهل في الانشغال بوضع استراتيجيات وأساليب تساعدهم على تهيئة أبنائهم لاستقبال العام الدراسي الجديد يستقبل الطلاب العام الدراسي الجديد بكل شوق وحب فهو بداية تجديد الهمة والنشاط فدخول مرحلة دراسية أخرى يرتقي فيها الطالب نحو صفوف دراسية عليا فضلا عن أنه يقترب أكثر من بلوغ أهدافه التعليمية في مراحله المتقدمة الاستعداد للعام الدراسي الجديد لا يقتصر فقط على شراء مستلزمات المدرسة من ملابس وحقائب وأدوات مكتبية فقط بل الجزء الأهم من التجهيزات يكمن في إعداد الطلاب نفسيا واجتماعيا وبدنيا لبداية مرحلة دراسية جديدة بطاقة إيجابية ونشاط والتزام حيث يستعد عدد ليس بقليل من التلاميذ للالتحاق بالعام الدراسي الجديد بالرغم من أن نظام التعليم في العراق يعاني من عدة مشاكل أبرزها قلة المباني المدرسية التي تشكل عقبة أمام فرص تعليم التلاميذ وقدرة المدرسين على تقديم تعليم جيد بسبب وجود عدد كبير من الطلاب داخل الصف الواحد وصولا إلى أكثر من خمسين طالبا في بعض المدارس وحسب مختصين مسؤولية كبيرة تقع على التربية والمدرسة والأسر في ترتيب وتنظيم الطلاب من أجل استقبال العام الدراسي الجديد بحب ونشاط إذا نحبت المشاهدين بعد ما رجعنا من التقطير طبعا أعلن نفذات التربية قبل فترة عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وحددت الموعد اللي هو في الأول من شهر أكتوبر تشرين الأول وسيكون هو بداية العام الدراسي الجديد من أهم الأمور والمواقف اللي مر بها الطالب بهذه المرحلة هي صعوبة العودة للمدرسة والدراسة بسبب العطلة الصيفية وهي عطلة طويلة بين مرحلة ومرحلة بالتالي هنا الطالب هو يكون يعني مر بعدة نشاطات وأيضا كانت استراحة لعام دراسي طويل ممكن هذا العام هذه الاستراحة كانت هي مكللة ببعض الأنشطة وكانت محببة للطالب أو كانت هي جيدة سافر أو يعني دخل ببعض الأنشطة والأمور الترفيهية أو كانت هي عطلة صعبة إليه حالياً من وصول هذا الطالب إلى المدرسة أو العودة إلى المدرسة وإلى الدراسة والارتزام بالواجبات والارتزام بالدوام سيكون هذه الأمور صعبة جداً على الطالب والأصعب أكيد على الأهل بكيفية برمجة هذا الطالب كيفية أنه تهيئته لهذا العام شلون هما يقدرون أنه يحاولون يجرعون بذهنيته أنه هذا العام والدراسة والجد والحصول على العلامات يعني استقبال هذا العام بيكون بكل حب وبكل مشاعر تكون هي بالتالي أنه هي ستجذب إلى كل الخير وأنه سيتفوق وأنه يكون هو بأعلى المراتز ويعني مسؤولية كبيرة تقع على الأهل نحن نعرف الطالب من أهم الأمور اللي أنه تتغير عليه هي مسألة النوم نحن بالمدارسة النوم المبكر الاتزام ببعض القواعد من ضمنها أنه هي العودة من المدرسة تهيئة واجباته النظام يكون هناك نظام متبع لكن بالعطلة نعرف أنه أغلب الطلاب وأغلب الأهل يعني ما يحاسبون أولادهم من يتغيرون عطلة وهذا عام دراسي طويل كان وكبير امتحانات والتعب والسهر والجد من أجل التفوق بهذا العام فيتوق راحته ويكونون متساهلين معه بالتالي أنه من ناحية توفر الآبادات من ناحية أنه دخوله ببعض المهرجانات أو المواهب اللي هو ممكن هو يتمتع بيها يعززون من عدها هنا راح تكون صعوبة في كيفية أنه أنا أقدر أنه أجرد هذا الطالب من هذه الأمور اللي يتعود عليها فترة أربعة شهر أو خمسة شهر والعودة إلى المدرسة فهنا نحن الأغلب يسأل السؤال أنه أنا شلون أقدر أهيئ ابني أو بنتي لهذا العام شلو الأمور اللي أقدر أنا أتعامل معها حتى أقدر أنا عودة على نظام وأخلي أنه يتبرمج على نظام معين ليش لأنه نعرف ببداية العام دراسي تتعالى شكاوى المعالمين من ناحية أنه هذا الطفل نام بالصف أنه عدة شروط ذهني أنه أغلب الطلاب أنه هم يتهربون أو أنه هم ميردون هذا العام خلاص أنه أنا ما داوم أنا تعابة أنا مريض يعني أتعلم على بعض الأنظمة اللي من خلال العطلق بالتالي السؤال هنا كيفية تهيئة الطالب للعام الدراسي الجديد وشلو نحن نقدر نشجع الأطفال والمسؤولية كيف تقع على الأهل بالمرتبة الأولى شلو أنا أقدر أشجع أبني أظهر نعرف الإجابة من صاحب الأخصاص وشلو نجاوه نحن نقول عجب أيام قليلة للعودة إلى المدارس ورجوع الطلبة إلى مقاعد الدراسة أيضا المدرسة رح تستقبل أطفال وطلبة جدد بالمدرسة على المدرسة تقع مسؤولية وكذلك تقع مسؤولية أخرى على الأسرة في كيفية تشجيع وحث الطلبة على دخول عالم الدراسة والابتعاد عن كل وسائل اللي تشغل الطالب عن المذاكرة ومتابعة الدراسة أول شيء نجي على الأسرة الأسرة تقع عليها مسؤولية خاصة لعدهم أطفال بسن السادسة اللي هم في الصف الأول ودخول المدرسة لأول مرة على أولياء الأمور أن يستحبون الطفل إلى المدرسة للتعرف على المدرسة عن قرب وعن كثب وبالأخص الصف اللي رح يدخل إلى الطفل ويجلس به هنا أيضا على الأسرة إعطاء توضيح أو شرح للطفل والأطفال عن المدرسة وعن كيفية الدراسة وكيفية الالتزام والانتظام والتعلم على عادات دراسية وعادات حياتية جديدة أيضا لابد أن يهيئون الطفل ذهنيا ويحببون المدرسة من خلال استحابة إلى السوق لتسوق ملابس المدرسة وتسوق مستلزمات الدراسية بحيث يخيرون الطفل باختيار الحقيبة اللي رح يحملها الدفاتر اللي رح يكتب بيها الأقلام يختارها هو برغبته بعدم فرض رأي الأب والأم بشراء مستلزمات الدراسة حتى تكون قوة دافعة ومحفزة لتقبل الدراسة ولتقبل المدرسة أيضا نجي على المدرسة جانب الوزارة التربية أن تطقي عازل المدارس خاصة المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة اللي تستقبل طلبة جدد في مدارسها كأن يكون الصف الأول الابتدائي أو الصف الأول متوسط أن يجعلون هذا اليوم يوم كرنفال احتفال بالطلبة الجدود وتعريفهم بالمدرسة وتعريفهم بمفاصل المدرسة واستقبالهم خاصة تلاميذ المرحلة الأولى الصف الأول استقبالهم بالشخصيات الكارتونية اللي يحبوها اختيارهم الأماكن اللي يحب يجلس بيها لأن أغلب التلاميذ في هذا العمر يكون متعلق بالبيت والأم بالذات والابتعادة والانسلاخ عن الأم يعتبر أنه ستسبب لخوف من فقدان الأم أو عدم الرجوع إلى البيت لا بد أن المدرسة تستوعبها وتهيئ للظروف المناسبة وتحيطها بالحب والرعاية والاستقبال بالوجوه البشوشة وبالشخصيات المحببة للطفل ليكون يوم راسخ في ذهن الطفل أنه كيف دخل المدرسة لأن الأغلب للكبر لما تسأل الشخص تذكر أول يوم من المدرسة أو دخولك المدرسة يذكر لك أول يوم دخوله للمدرسة وكيف كان الاستقبال سواء كان جيد أو سيء حببه بالمدرسة أو كرهه بالمدرسة لهذا المسؤولية ليست سهلة وليست على التربية وإدارة المدرسة والمعلمات فقط وإنما ترجع إلى البيت وعلى الأم والأب في كيفية تحبيب طفلهم بالمدرسة وعدم تخويفه بالمعلمة وعدم تخويفه بمديرة المدرسة وعدم تخويفه بعقوبات المدرسة حتى يذهب إلى المدرسة بتقبل وبحب ويتلقى العلم والمعرفة والأخلاق بكل مفاصلها بحبه اهتمام أحبت المشاهدين طبعا حالة القلق والتوتر هي تصيب الطرفين تصيب الأهل وصيب الطفل بالتالي علينا أن نسيطر على هذه الوضعية حتى نقدر أن نسيطر على العام الدراسي وحتى نقدر نتفوق به من الأمور المهمة جدا والناقشة بحققتنا هذا اليوم نتحدث عن الأطفال الجدد اللي يسجلون بالمدرسة الطفل اللي هو عايش بعالم الخاص ما يعرف أكو مدرسة أكو اتزام أكو واجبات على ما اللي هو بين اللعب واللهو وهذه التفاصيل اللي يتمتع بها تفاصيل الطفولة بين ليلة وضحاها ينتقل من مرحلة اللهو واللعب وهذه التفاصيل إلى عالم ثاني اللي هي المدرسة والواجبات والنظام والاتزام بمواعيد معينة سواء النوم والمبكر والصبوح وتفاصيل كثيرة وأمور تعتبر معقدة للطفل نحن نعرف هذه الصعوبة الأكبر اللي يواجهها الأطفال بالتالي نلاحظ أنه بتسجيل هؤلاء الطلاب بيئة المدرسة نشوف أنه احنا أغلب مدارس العراق نلاحظ بيئة شهر الأول الأهل يقفون على أبواب المدارس وشوف تقريبا شهر كامل هم موجودين تجي تسألهم ليش واقف من باب المدرسة يعني عادي منكم بالمدرسة هو مؤمن عليه لا والله ابني سوا مسجل هاي أول سنة إليه ما يعرف بالمدرسة وتفاصيلها وخاف علي لا يتخربط لا يبتشي شنو التفاصيل اللي أسويها فضو الخطيئة لأم أو الأب من ساعة بثمانية الصبوح لصنع عشر وذا ظهري أيضا يعني بوقت يعني من ساعة عشر لأربعة لخمسة وهي حالة القلق والتوتر هم باقين بالشارع من أجل أنه أولادهم يكونون أول ما يترعون من المدرسة يجدون الأم أو الأب مقابلهم فهي الصعوبة أكيد تقع على الأهل وتقع على أطفل أغلب الطلاب نشوف أنه بيئة صفح يعني حالة البكاء والصراق تعالى بيئة الصفوف الأولية والمراحل الأولية نشوف أنه صعوبة سيطرة المعلم على هذه الوضعية أغلب الطلاب يحاولون يظهرون بأمور المرض سواء ألم في المعدة الصداع التقيو يعني أنه هو مريض ما يقدر يداوم مثلا أو بالمصاف أنه خابروا على والدتي أو والدي حتى يجون يأخذوني هذه الأمور والتفاصيل اللي يحاول يطلقها الطفل من أجل العودة إلى المرد البيئة بالأجل أنه هو يتمتع به هذه الرفاهية اللي كان يتمتع بها قبل هذا العالم الثاني أنه مثلنا هي مرحلة انتقالية من عالم إلى آخر بالتالي هذه الصعوبة يجب أن نسيطر عليها من ناحية أنه أنا شيء أقدر أشجع أبني أو بنتي أنه لا هذا العالم هو محبب هذا العالم راح تحقق فيه حلمة إحنا نعرف أي طفل من هو صغير نسألها بشي مرد يصير من تكبار يقول لك والله أنا أريد أن أصير طبيب أريد أن أصير مهندس أريد أن أصير صيدراني أريد أن أصير هذه الطيار يعني هذه التفاصيل اللي هو يتخذهم قدوة ومثال إلى بالتالي من هذا الباب أنا أقدر أن أحببه بمدرسة نحن نعرف أغلب مدارس العراق تفتقد إلى أمور الرضاهية أمور التورفر بها اللي تكون هي محببة للطالب اللي تجذب الطالب للمدرسة يعني الطالب هو سجل من الصف الأول يجد أنه بس مدصف قراية ودراسة وخلط لك أمور ترفيهية ساحات مهيئة مثلاً أقاعات العبرياضة مثلاً التنس السينما الرسم قاعات لي الرسم خاصة هذه الأمور اللي يحبها التفصيل تحديل مراحل ابتدائية الألعاب اللي هي تكون بسيطة يعني قاعات أيضاً الألعاب اللي تكون هي متوفرة بعض الطفل يمارس هوايات بها هذه الأمور موجودة مدارس العراق أغلب مدارس دول العالم هي متوفرة بها تحديداً من المراحل الابتدائية نحن نعرف المدارس دول العالم منصف أول للثالث ما كو دراسة هو مرحلات هي تهيئة الطالب لاستقبال الدراسة والامتحان وهذه التفاصيل المعقدة نحن لا نصف أول هو امتحان والتزام وكتابة وهذه التفاصيل دول العالم لا يركزون أنه أنا شون أحبب الطالب شون أنا أهيئ ذهنياً لهذا العالم نحن بالعراق نفتقد هذا الشيء للأسف أغلب مدارسنا هي يعني ما مجهزة بأبسط المقاومات اللي توفر الراحة للطفل حتى يقدر من هو يحب المدرسة من ناحية المؤسومات الألوان مثل هذه النقاعات يعني حتى يقدر أن الطفل يحب يروح المدرسة مرة ثانية يعتبرها أنه هي شون النادي يعتبرها أن شون هذه الأمور الترفيهية اللي هو مثل ما يمارسها بحياتها الطبيعية فهذه المسؤولية تقع أكيد على وزارة التربية أن شون هم يهيئون المدرسة ويجهزوها بكافة التفاصيل حتى يقدرون أنه يكسبون الطلاب بالتالي أيضاً تقع المسؤولية الأكبر على الأهل وعلى المعلم وعلى الطفل بالتالي أنه هي حلقة متواصلة يجب العمل عليها سوياً من أجل أنه إحنا نقدر نسيطر على الطفل النقطة ثانية أنه نقدر نحب بالطفل بالمدرسة من ناحية أنه أنت راح تتعرف على أصدقاء جدود راح أنه تشوف يعني تحقق حلمك مثل ما ذكرنا قبل قليل أنا أقدر 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 أبني أو بنتي حتى يأمن ويتفوق ويتوافق مع دراسته وأيضاً كتابة واجباته يعني لازم أكو مسؤولية وأكو تعب بالبداية من أجل أنه أنا أحصد نتيجة هذا التعب وأيضاً أبني يحب المدرسة ويتفوق بها وإن شاء الله يا رب التفويق لجميع الطلاب أما المعلم واستعداده لهذا العام فهذا بحثاً آخر أنه المعلم يجب أنه يستجمع جميع قواه العقلية والفكرية والتهيئة بكل حب لهذا العام الدراسي من أجل أنه هو كيفية يسيطر على الصف وعالطالب وأيضاً أنه شلون يقدر هو يوصل المادة بصورة سلسة وسهلة شلون أني أقدر أكسب الطالب إليه شلون أني أحب الطالب بيه حتى يقدر أنه يشجع ويجي لي المدرسة هاي أهم نقطة فيما ذكرنا قبل قليلة مدرسة تعتقد لكثير من الأمور لكن بهذه الأمور اللي هي المعلم والمعلمة مني يحاولون أنه يبذون فصار يجهدون من أجل من دراسة نفسية الطالب وكسب الطالب إليه هاي نقطة جداً مهمة حتى الأقل يشجع الطالب يجي المدرسة لأنه نعرف الطالب مني يحب المدرسة أو يحب المعلم أو يحب مادة معين راح يبدع بيها بالتالي إحنا محتاجين أنه جميع المعلمين والمدرسين أنه يتهيؤون لهذا العام بكل حب رجاءاً كل معلم أنه يجب أنه يعف مشاكله ويعف بيته ويطلع من هذا الإطار وهذه الأمور يجي إلى عالم آخر لأنه هو أيضاً انتقال للمعلم هم صعوبة وإلى الله يساعده لأنه يعده بسؤوليات والتزامات بأربيت يجب أنه يفصل بين المكانين أنه هنا يقدم بحب حتى الطلاب أيضاً يبدعون بدراثتهم ويبدعون بتفوقهم وبدراجاتهم فهنا هنا مسؤولية كبيرة تقاء على المعلم والمعلم مثلاً 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 ما ذكرناه الله يساعده ليش لأن أغلب مدارسنا بيها مشكلة إلى هي هو مشكلة الدوام الثلاثي مشكلة إنه اقتضاد طلابي كبير نعروس إحنا كل الصف يعني به ما يقارب من خمسين إلى ستين طالب هنا الله يساعد المعلمة والمعلمة والمدرس من شنون يقدر يسيطر على ستين طالب بصف واحد من ناحية الصوت لغة الجسد متابعة الدروس الواجبات نوصل المادة وطريقة إيصالها للهنية الطالب ها تفاصيل كثيرة وعديدة نحن نعرف انه متعارف على الطالب يعني الصف يكون به تقريباً عشرين طالب بزايد خمس وعشرين طالب هاك للأسف هنا نشوف أغلب صفوفنا تحديداً الصف الأول كل مدرسة بيها كل صف خمسين إلى ستين طالب وحتى وين كانت المدرسة هي يعني بمناطق راقية مو إلا المناطق الشعبية المناطق الشعبية هي باحثاً آخر طبعاً فهنا محتاجين مثل ما ذكرنا أنه قبل قليل أمور هي تجذب الطالب أهم نقطة له هي مثل ما ذكرنا ما متوفرة كل المدارس بالعراق لكن شون هو يكسب الطالب إليه وشون يخليه هو يحب المدرسة ويحب الدراسة للأسف بعض المدرسين أمنه هما ينقلون حياتهم الخاصة إلى المدرسة ويكونون بسلبية كبيرة وهذه السلبية تنعكس أكيد على الطالب وعلى تفوقها وعلى طريقة إيصال المادة للطالب والذهنية الطالب بالتالي نحتاج أنه بعض المدرسين يدخلون دورات لأن أغلب مدارس دول العالم المعلم والمدرس بالفترة العطلة أكو دورات خاصة إليه من ناحية ناحية إنه هو شون يدرس نفسية الطالب وشون هو يقدر إنه هو يحاول إنه يسيطر على الطالب بطريقة محببة بطريقة إنه هو ما يتعصب عليه يعني ما يكون تجاوز نشوف أكو احترام بين الطرفين إحنا هنا بالمدرسة لا بالعراق نشوف إنه المعلم إذا حاول شوية يتجاوز على الطالب متجاوز لا بظهر نتجاوز ليش ما حاضرة تواجباتك يعني هذه الأمور راح نشوف إنه الطفل أيضا والطالبي يتجاوز على المعلم فهنا راح يكون هناك يفتقد الاحترام بين الطرفين فإحنا محتاجين إلى دورات أهيلية دورات إنه المعلم إنه يحاول يدرسها ويحاول إنه هو يدرس ذهنية الطالب نفسية شون لغة الجسد والتعامل وأيضا نريد نتعرف على المشاكل اللي تعاني منها المدارس طبعا وأغلب السنين إنه إحنا نناقش موضوع الاقتضاد وأنه نحتاجين مدارس كبيرة ومحتاجين عداد كبيرة وهذه التفاصل كثيرة فأريد نسأل السؤال هنا هل تم معالجة هذه السلبيات اللي تتمتع بها المدارس من ناحية إنه توفير مدارس زدود أو توسعة المدارس الحالية؟ ما هي خطة العام هذا الدراسي الجديد؟ ما هي الخطة لوزارة التربية من أجل إنه إحنا نمر هذا العام الدراسي بكل حب وبكل يسر وبكل سورة أكيد كل مدارس العراق ومدارس بغداد أكتلاب بعدد السكان وأكو زيادة خلنقول ملحوظة في عدد الموجودين في المدارس ولهذا صار دوام أكثر من دوام واحد صار دوامين وقسم يقولون أكو ثلاثة إحنا الآن قاعد نبني مدارس في قدر الإمكان وفي أي مكان أكو فرصة أكو أرض جاهزة نبني بها إحنا ما عدنا مشكلة بالبناء إحنا عدنا مشكلة بالأرض الأرض لحد الآن يعني بها مشكلة أما تكون زراعية أما تكون غير تربوية أما تكون غير مخصصة التربية وتعليمات وزارة التخطيط ما يدرج أي مدرسة لغرض البناء إذا ما تكون إنهم مخصصة فعلا للتربية أو ملكوا إلى وزارة التربية يلا نقدر نشتغل بهم هذه المشكلة هي الوحيدة اللي بيننا وبين بناء المدارسة إحنا يعني مخصصين جدول كامل وباب كامل لبناء المدارسة وما عدنا مشكلة في هذا الموضوع بقية التنسيق مع التربية الآن أصبحت التربية كل التربية موجودة في البغداد الستة تابعة لأوزات التربية ونحن نتعامل مع أوزات التربية الوزارة تكون تصفي أمورها وترفع عندنا هذه قطع المتاحة لغرض البناء ونحن معلنا إنه ندرجها ونبليها كانت التربية على المحافظة كنا نتعامل مباشرة مع عمليات التربية ونحاول ندلل الصعاب وأعتقد أنجزنا عدد لا بأس به يعني عدد كبير من بناء المدارس والأبنية التربوية فاقل 300 مدرسة خلال السنتين والنفائتين أو خلال هذا السنتين والنص على كل نحن مستعدين لبناء أبنية مدرسية جديدة أو إذا كانت مدارس قديمة هدم معات بناء أو إضافة أجنحة تربوية أجنحة مدرسية صفوف داخل المدرسة إذا كانت مساحة تسمح أو بناء مؤسسات تربوية المحافظة تتكفل بذلك وليست لدينا مشكلة فقط مشكلتنا في تصفية الأرض المتاحة لغرض بناء منشآت تربوية عليها إذا أحبت يا المشاهد من أهم النقاط اللي يجب أن نقشها بحقيقتنا لليوم نقطة مهمة وهي مسلدمات المدرسة قبل شهر إلى شهرا تقريبا بدأت المحار تجارية والأسواق والمجمعات بإعلان عن انطلاق مهرجان القرطاسية ومهرجان مستلزمات المدرسة كاف وأصبح هناك تنافس بين التجار وبين المحار التجارية من ناحية توفيرها بألوانها وأشكالها وغيرها من التفاصيل أيضا أصبح هناك تنافس بين المحار التجارية والبيع المباشر وبين الإعلان والتوصيل والبيع الإلكتروني وغيرها من التفاصيل هنا صار انه الاهل بدأ ايضا هناك تنافس بين الطلاب وبين الاصدقاء بالذهاب لكذا مجمع وكذا محال من اجل اقتناء مستلزمات المدرسه كافر المشكله وين المشكله نتحدث بها عن غلاء الاسعار بما يخص مستلزمات المدرسه لاحظنا هناك اسعار مبالغ بها ومشكله وين المشكله انه هذه القرطاتية المتوفرة بهذه المجمعات هي انه تجبر الاهل لشراءها وتجبر الطالب انه هو يشتريها ويغتنيها وانه لازم يحبها وخلص انتهى الموضوع انه انا لازم صديقي كذا شغلة حيشتري واني لازم اصر احسن منه واني اشتري كذا شغلة هذه التفاصيل اللي نعرف انه الطفل اللي يحب يتنافس بها وانه احنا نعتبرها والاهل يعتبروها انه ما يخالف لها حتى يشتري حتى يداوم حتى اللي هو صديقه وهذه التفاصيل الكثيرة العميقة اللي دائما تذكر بخلال العام الدراسي النقطة المهمة ايضا قلنا عنها وهي المور المتوفرة ما شاء الله باشكال والوان يعني لا تعد ولا تحصى من ناحية المطاطات المساحات الاقلام الدفاتر والوانها واشكالها الحقائب المدرسية الملابس المدرسية تفاصيل كثيرة يعني مجبر انه انت تشتريها لكن مشكلة وين ايضا المشكلة الاخرى انه الاهل اذا عدهم ادخل من طالب شلون اذا عدهم بدل الطالب مثلا اربعة الى ثلاثة الى خمسة شلون رح يقدر يسيطر اغلب العوائل العراقية هي فقيرة هي هي يعني يعني دوب مكافية عيشتها ومستلدمات البيت شلون رح تقدر يسيطر على مشتريات المدرسة انه انه انت متروح تاخذ ابنك او بنتك متجبر لانت تريد تفرحها وما تقدر تكسر الخاطر احنا نعرف انه اي اب اي ام انه من ياخذون اولادهم لأي مجمع وان كانت غير المدرسة يعني اي حاجة يحب يشتريها الطفل حتى وان كان يقصر على نفسه وعلى بيته من اجل يفرح ابنه فاشلون بمدرسة ومستلزماتها وادواتها وغيرها من الامور اصبح هناك تنافس بالاسعار هناك مبالغة بيها يعني شنو انا اشتري حقيبة مدرسية تحديدا نحن عن الحقائب المدرسية بما يخص البنات اذا كانت بدون عربة تصل الى 30 الى 40 اما اذا حقيبة مدرسية ام العربة فهنان من 60 الى 70 ليش انا الطفل يعني يجبر اهلا انه انا نريد هذه حقيبة خلص انا صديقي ياخذ حقيبة ملعربة ملعربة اسعارها مبالغة بيها سينان شون رح سيطر سيطر نلاحظ هناك ما موجودة رقابة على السوق ما موجودة رقابة حقيقية على الاسواق بما يخص الاسعار ليش هذا الارتفاع حتى ادوات الولد يعني كحقيبة يعني ايضا انتصل الى 20 30 يعني بس انه انا اخذ حقائب بهذا السعر والمشكلة انه الطفل ما يقتنع ما يقتنع انه هذه الحقيبة مثلا عند حقيبة جديدة ومحافظ عليها انه يداوم بيها السنة جاية لا خلص انه هاي ما اداوم بيها اصدقائي شوفوني شغلون علي صديقي كذا انه مشتري هذه الحقيبة انه ما اقدر اداوم بيها او البعض اتخذوها حجة انه ما اداوم بيها اداوم ملابس قديمة يعني هنان مسئولية يعني هنان الطالب الواحد يكلف اهله مئتين الف هاي يعني هاي اقرشي يعني بين حقيبة ودفاتر وهذه الاخرطاسية يعني المطارات المدرسة لانش بوكس يعني لدي الامور من غير الملابس وتكراموني الاحذية وغيرها من التفاصيل يعني هذي امور يعني هذا الطالب واحد مئتين اذا انت عدك فد اربع خمس اشلون راح نسيطر احنا محتاجين رقابة حقيقية على هذا الموضوع محتاجين نسيطر المشكلة انه كان في السابق مسئولية التربية يتوفر قرطاسية هاي ابسط نقطة دفاتر اقلام الساحات الطالعة يتوفرها وتوزعها على حسب الاصور لكن للأسف انو اعتقدنا هذا الامور يادوب انو احنا نريد بس يأمنون الكتب يادوب نريد بس يأمنون طباعة كتب جديدة من قديمة ويعني غير صالحة للاستخدام انو يتمنى انو بس اصبحت العراقية تتمنى بس انو يجهزوهم كتب لان بعد المدرسة هناك كتاب ناقص هناك لم تجهز التربية هناك تروح تشتري الكتب هناك باسعار ايضا مبارغ بها وصور تنافس بين التجار وشلون انا امن الكتب وغيرها من التفاصيل فمحتاجين رقابة حقيقية لان فعلا الله يساعد الاهل والله يساعد كل شخص عنده اكثر من طالب وهنا ايضا يصور تنافس بين الاخوة وشلون انا اقدر امن هذه المستلزمات يعني شنو لانش بوكس انا اخذها بصنع عش الف ليش ليش فهنا اسعار مبالغ بيها وهي كلها استيراد وكلها امور حتى مو امور محلية حتى نقدر ايضا نسيطر على السوق فالسؤال هنا انو احنا نريد نسأل وزارة التربية هل هي امنت الكتب بصورة سلسلة يعني احنا نعرف وزارة التربية مدى تأمن القرطاسية على الاقل محتاجين نسأل العامل السابق طبعة الكتب بوقت متأخر بالتالي صار اطو تأخير والاهل تكلفت اخر هي اللي شراء الكتب فالسؤال هنا هل امنت هذا الموضوع امنت الكتب بصورة سلسلة وانه هي تغطي كافة الطلاب هل هناك تغيير ببعض المناهج حتى انه كتباعة جديدة وغيرها من الامور فلنعرف على هذه التفاصل اكيد من اصحاب الاختصاص هل شفت جاوة احنا نقوم راجعين يعني من المؤكد ان المناهج الدراسية هي نتاج بشري ونتاج انساني لذلك طبعا في تأليفة تخضع لضوابط وآليات معينة لذلك دائما نحن في قراءة مستمرة للمناهج ولدينا آليات ايضا لتطويره او تصحيحه نعم انا مع القول القائل انه هناك بعض المناهج تحتاج الى دائما الى مراجعة حثيثة ومستمرة اذا كانت العلوم الصرفة فدائما العالم في تطور كبير جدا وايضا فيما تعلق بالعلوم الانسانية ايضا تحتاج الى مراجعة والى تدقيق خصوصا فيما يتناسب مع امار الطلبة ونظرية المعرفة الحديثة لذلك دائما تضع الوزارة والقامين على المناهج بعض الامور التي من شأنها تنقيح المنهج ومراجعته لكن الخطوات نحتاج بها الى ثورة صحيحية حقيقية وكبيرة تتناسب مع المتطلبات المعرفية العالمية ومتناسب مع الوضع العراقي لذلك نحن في الوزارة الدعوبين دائما لجعل مناهجنا اكثر موائمة للاستيعاب العقلي والادراكي للطلبة وسد الثغرات هنا وهناك في بعض هذه المناهج لكن حقيقة يعني مع كل الجهود ومشكورة هذه الجهود نبقى في عوز حقيقي الى ان تكون مناهجنا ناهضة والتواكب والركب المعرفي العالمي وما يتحقق بالنظرية الحديثة هو التعلم في سبيل التعلم والمعرفة من اجل المعرفة كما يقال من اهداف التنمية المستدامة الوزارة يعني شكلت اكثر من لجنة في خلال هذه الفترة لمراجعة المناهج نحن في طور النهايات والادادات الكاملة لتشخيص الخلال والداء الذي يعتري بعض المناهج ثم ايجاد الحلول المناسبة بما يتناسب وامكانيات طلبتنا العمرية والادراكية حسب المراحل الخطوات يعني جادة بهذا المجال وندعو الله سبحانه وتعالى انه يوفق الجميع من اجل ان تكون مناهجنا مناهج رصينة تتناسب مع وضعنا العراقي فيما يتعلق كما قلت في العلوم الإنسانية او العلوم الصرفة نحتاج ايضا دماء جديدة في المدرية العامة للمناهج هذه الدماء يجب ان تكون على وعي تام بالنظريات الحديثة لتأليف المناهج نحتاج ايضا خبراء لديهم المعرفة الكاملة باخر النظريات العلمية لوضع المناهج عنا علاقة ممتازة وتعاون مستمر وتفاعل مع اليونسكو لكن يجب على الوزارة ان تنهض بنفسها وتكون هذه الجهات والمنظمات الدولية داعمة لنا لذلك المنهج يحتاج اكثر من آلية ليكون وفق متطلبات المعرفة الحديثة مع كل خطوات الوزارة نأمل انه خلال هذه الفترة القادمة ان نصنع منهج معرفيا يأخذ بيت طلابنا في المهارات الحياتية والاهداف السلوكية ايضا فرضا عن زرع روح المعرفة فيه بما يتناسب مع اعمارهم وبما يتناسب مع الظروف اللي مر بها العراق كل هذا طبعا اكيد له علاقة بالمعرفة العالمية والتطور العلمي الحاصل في العالم وفي النظريات الحديثة لتأليف المناهج على اقل في دول الجوار والدول الاقليمية اذا احبتها المشاهدين قبل مناختنا حلقتنا لهذا اليوم يجب ان نركز على بعض النقاط المهمة اولا على وزارة التربية توفير الكتب لكافة الطلاب حتى لا يتكلف الاب والام عبء اخر يضاف الى عبء القرطاتية اللي هي الكتب محتاجين ان نتأمل بصورة صحيحة وبداية العام الدراسي الجديد ثانيا على جهات الرقابية ومتابعة الاسواق العراقية من ناحية الاسعار وتلاعب الاسعار بخصوص مستلدمات المدرسة حتى نقدر نسلسل على الوضع وايضا حتى تقدر جميع الاطفال والعوالي العراقية انها تقتني هذه المستلدمات بكل حب وانه تتساوى كل الاطفال واخيرا وثالثا يجب على الاهل بذر فصار جهدهم من اجل انه يعني يتعود ابنهم او ابنتهم للروتين اليومي الجديد الا وهو العام الدراسي الجديد اذا احبت المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقاتنا لهذا اليوم ارتقيكم الاسبوع المقبل بحلقة جديدة الى اللقاء